السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم تابعين الكرام تابعي قناة من الاخر خلاصة معكم محمد نور الدين ترتفرك الدور الاسباني وترتيب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم اليوم السبت 27.05.2023 في الجولة 37 من الدوري الاسباني اليوم اشبيلية خسرت من ريال مادريد 1.2 احرص دفع اشبيلية رفا مير في الديئة الثالثة هدفية ريال مادريد عن طريق رودريغو في الديئة 29 ورودريغو ايضا في الديئة 69 25.023 ستاكمال الباقي وكل مباريات الجولة 37 اما الجولة 38 فاجوني والحد الاحد القادم اربع ستب اذن الله تعالى متابعين الكرام ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدفين بعد مباراة ريال مادريد ام اشبيلية طبعا برشنة في المركز لأول 85 نقطة وطبعا بطل الدوري الاسباني هذا الموسم ريال مادريد المركز الثاني 77 نقطة قدلتكم مادريد المركز الثالث 73 نقطة ريال سوسداد المركز الرابعة 68 والاربعة تأهلو الى دوري ابطال اوروبا مش عد rejoice فيا ريال سوسداد logic نفس فرصتها اقوى واكتر عامتا فيا ريال المركزell 5 63 نقطة ريال تيسلم ل outline 56 نقطة قصصنا المركز 7 50 نقطة أهليتك بلباو والمركز الثامن 50 نقطة جيرون المركز التاسع 49 نقطة الشربيلية المركز العشر 49 نقطة ميوركا المركز 11 47 نقطة رايو فييكانو المركز 12 46 نقطة فالانسيا المركز 13 40 نقطة سلتي فيجو المركز 14 40 نقطة المريال المركز 15 39 نقطة قادش المركز 16 38 نقطة ملد الوليد المركز 17 38 نقطة ختافي المركز 18 38 نقطة اسبانيون المركز 19 35 نقطة وإليتش المركز 20 والأخير 21 نقطة متابعين الكرام خلنا نتعرف على ترتيب ترتيب اسمه الهدفين متصدر الهدفين روبرت الفندوفسكي لعب رشلنا المركز الأول 23 نقطة مركز الثاني أبو براهيم كريم بنزيم لعب عين مدريد 18 ردف مركز الثالث خسيلو لعب اسبانيول 16 ردف مركز الرابع أنتون جريز من لعب أتلتكم مدريد 14 ردف وإنيس قنال لعب ختافي وفتات مريكي لعب ميوركا المركز الخامس ألفار مرتها لعب أتلتكم مدريد سجل 13 ردف وبرخة لعب ريال بتيس وفالانتين كاس سالينوس لعب جيرونا وخلنا نتعرف على ترتيب سنوعات الأهداف المركز الأول أنتون جريز من لعب أتلتكم مدريد سنع 13 ردف مركز ثاني ميكل ميرونو لعب ريال السودات سنع 9 أهداف وفنيسو جينور لعب ريال مدريد والمركز الثالث لوكاس روبرتون لعب ألمريا سنع سمينية أدف وردريغو لعب ريال مدريد تشترك في قناة فعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو وكان معكم محمد نوردين أراكم في فيديو أخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته